نتابع معكم هذا الخبر العاجل حيث أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن لقاءات واتصالات مصرية مكثفة تجري خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأضاف أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار هذا وأوضح المصدر المصري رفيع المستوى أن قيادات حماس أبلغت القاهرة بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترحة الهدنة مؤكدة أن تحرقات مصرية مكثفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وزيارات وفود حركة فتح والجهاد الإسلامي والجابة الشعبية لتحرير فلسطين تأتي في إطار التحرقات المصرية لاستعادة مصاري المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة هذا وشدد المصدر أن هناك دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية وأشار إلى أن حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة وذلك خلال الأيام القادمة